لمسة شرق أوسطية في منطقة باتروناتو في العاصمة تشيلية فالمشغل هذا يديره شفيق وهو أحد 350 ألف تشيلي من أصول فلسطينية أي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي عندما جاء جد شفيق إلى أمريكا الجنوبية بدأ ببيع ملابس بطريقة غير قانونية الفلسطينيون الذين عاشوا في المنطقة عملوا في مجال التجارة والنسيج إنه تقليد اندمج الفلسطينيون بنجاح في قطاعات كثيرة في المجتمع تشيلي ففي السياسة 10% من أعضاء مجلس الشيوخ تشيلي من أصل فلسطيني ولكن الملفت خصوصا هو أول فريق لكرة القدم تشكله هذه الجالية نادي دي بورتيفو بلسطينو S.A. هو النادي الوحيد في العالم المعترف به من قبل الفيفا ويرفع العلم الفلسطيني هذا النادي معروف في فلسطين كفريق يمثل الفلسطينيين سمعنا أنه عندما خضنا نهاء البطولة في تشيلي عام 2008 بثت المباراة هناك في الأماكن العامة ومع أن كثيرين يحلمون بالعودة إلى أرض أجدادهم يستبعد البعض الآخر حدوث ذلك قريبا حاليا ليس هناك دولة إذن لماذا الذهاب والعيش هناك؟ هذا مستحيل بعيدا عن وطنها يبدو أن الجالية الفلسطينية صنعت اسما لنفسها بعدما حققت أشياء لا زالت غير ممكنة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك تحقيق الازدهار ترجمة نانسي قنقر